سنقوم باشتغال ربطة شعر او توكا نقوم بعمل عقدة البداية ندخل الابرة في هذه الحلقة ثم نسحب الخيط من الخلف ثم نشتغل ونزلق الآن سنشتغل فوق هذا الخيط ندخل الابرة في الحلقة نسحب ثم نقوم بعمل غرزة نصف عمود نلف الخيط ندخل الابرة في الحلقة نسحب ثم نصف عمود هكذا سنشتغل هذا السطر الاول بغرزة نصف عمود سنستمر هكذا مع السحب نقوم هكذا بالسحب لكي يكون الغرز متزاحمة ولا يتبقى اي فراغ سنواصل سنحاول اشتغال عفوا اكبر عدد ممكن من الغرز دون ترك اي فراغ هكذا نسحب نسحب هكذا سنواصل الى نهاية السطر نهاية السطر سنقوم باقفال هذه الدائرة هنا في اول غرزة سنقفل بمنزلقة ثم سوف نرتفع باثنان سلسلة وسوف نشتغل في اول غرزة تقابلنا غرزة نصف عمود في الغرزة الموالية غرزة نصف عمود الموالية نصف عمود نصف عمود ثم ثم نصف عمود ثم نصف عمود سوف نستمر هكذا بغرز النصف عمود نصف عمود الى نهاية السطر هكذا نشتغل الى نهاية السطر وصلنا الى نهاية السطر الان سوف نأتي الى ثاني سلسلة من بداية السطر ثم سنقفل بمنزلقة ونرتفع ونرتفع ب سلسلة اثنان ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة ارتفعنا بسبع سلاسل نلف الخيط ثم نشتغل في السلسلة الرابعة واحد اثنان ثلاثة أربعة سنشتغل اثنان غرزة عمود بلفة واحدة في نفس المكان هكذا ثم اثنان سلسلة ثم منزلقة ثم نرتفع باثنان سلسلة ثم نشتغل في نفس المكان اثنان عمود ثم اثنان سلسلة ثم سنقفل بمنزلقة في نفس المكان منزلقة ثم اثنان سلسلة ثم نشتغل في نفس المكان اثنان غرزة عمود ثم اثنان سلسلة ثم اثنان سلسلة في نفس المكان منزلقة لدينا الآن ثلاث بثلات نسحب الشغل هكذا جانبا ليتكون الفراغ لباقي البثلات ثم نرتفع باثنان سلسلة ونشتغل اثنان عمود باللفة واحدة في نفس المكان ونرتفع باثنان سلسلة في نفس المكان سنقفل بمنزلقة ثم نرتفع باثنان سلسلة ثم نشتغل في نفس المكان اثنان عمود بلفة واحدة ثم نرتفع باثنان سلسلة ثم نأتي الى نفس المكان ونشتغل منزلقة هكذا نكون انهينا الخمس بثلات هذا هو شكل الوردة سوف نرتفع بثلاثة سلسلة هكذا ثم نأتي الى هنا واحد اثنان ثلاثة في الغرزة الثالثة سنقوم بعمل غرزة حشو هكذا نكون ثبتنا الوردة ثم سنرتفع بسبعة تلسلة واحد اثنان ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة نلف الخيط نلف الخيط ونشتغل في الغرزة الرابعة واحد اثنان ثلاثة اربعة واحد اثنان ثلاثة اربعة في الغرزة الرابعة سنشتغل سنشتغل اثنان غرزة عمود بلفة واحدة ثم اثنان السلسلة ثم في نفس المكان منظلقة هنا تكونت لدينا البتر الاولى نرتفع باثنان سلسلة نشتغل في نفس المكان اثنان عمود بلفة واحدة ثم نرتفع باثنان سلسلة في نفس المكان نقوم بعمل منظلقة ثم ثم نرتفع باثنان سلسلة في نفس المكان اثنان غرزة عمود بلفة واحدة اثنان سلسلة في نفس المكان منظلقة هنا تكونت لدينا البتلة الثالثة نسحب البتلات هكذا لدينا الفراغ نقوم بعمل اثنان سلسلة في نفس المكان اثنان غرزة عمود بلفة واحدة ثم اثنان سلسلة ثم 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 نرتفع بثلاثة سلسلة واحد اثنان ثلاثة ثم نأتي إلى هنا ثم نحسب واحد اثنان ثلاثة في الغرزة الثالثة ندخل إبرة نسحب ثم نشتغل غرزة حشو هكذا يتكون لدينا الشغل بهذا الشكل سوف نواصل إلى نهاية السطر وصلنا إلى نهاية السطر سنرتفع بثلاثة سلسلة ثم سنقوم بعمل غرزة حشو كالعادة في ثالث عمود نسحب ثم نرتفع بسبع سلاسل سنشتغل آخر وردة لدينا الغرزة الرابعة نستغل اثنان عمود بلفا واحدة اثنان سلسلة ثم منزلقة في نفس المكان سنواصل هكذا إلى أن نكمل الزهرة الأخيرة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر شكرا للمشاهدة ثلاث سلاسل ثم نقفل الشغل في أول ورزة بداية بما نزلق ثم نقطع الخيط ونرتب هذه الوردات سنقوم بترتيبها هذا هو شكل نهائي لربطة شعر أوتوكا شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة